الوساطة المصرية معلقة حاليا قولا واحدا فقد أدى اغتيال صالح العروري في الضحي الجنوبية لبيروت ونائب مدير المكتب السياسي لحركة حماس إلى وقف كل محاولات الوساطة التي كانت تجري على الأقل مؤقتا فقد جاء هذا الحادث ليقطع الطريق على جهود تقريب وجهات النظر على إمكانية التوفيق بين مطالب حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في جانب والمطالب الإسرائيلية في الجانب الآخر ثم ارتكبت إسرائيل هذه الجريمة لتفجر الموقف ولتقطع الطريق الدلالة الأولى بالنسبة لي في هذا الأمر أن إسرائيل وتحديدا نتنياوي لا يريد وقف هذه الحرب وإلا لا استفادة من الهدنة السابقة ولا تقبل المبادرة المصرية القطرية إن شئنا الدقة أيضا ولسعى إلى قبولها وتمريرها وتسويقها حتى في الداخل الإسرائيلي لكن ارتكاب هذه الجريمة أوقف هذه المحاولات على الجانب المصري مصر لا تملك رفاهية التخلي لا عن القضية الفلسطينية بشكل عام ولا عن دورها كوسيط بل ربما كطرف في هذه الأزمة الحالية ليس كطرف في الحرب بالطبع ولكن أقصد كطرف في جانب الفلسطينيين لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني وإنقاذ أرواح الفلسطينيين المبادرة المصرية كانت تقضي بثلاث مراحل متتالية للأسف لم تبدأ أي منها حتى الآن ولكن أعتقد أن الجانب المصري الآن في حالة لا أريد أن أقول حيرة ولكن في حالة غضب ولعل هذا ما جعل بعض الأنباء تتصرب قبل أيام حول وقف الوساطة المصرية رسميا لم تقف هذه الوساطة رسميا لم تعلن مصر وقف هذه الوساطة ولكنها بالتأكيد أرسلت إشارات غضب واستياء إلى الجانب الإسرائيلي حول التصرف الذي قامت به وقطع الطريق على هذه الوساطة النقطة هنا في مستويين المستوى الأول تفاصيل هذه المبادرة التي كانت تساعد الطرفين على إنهاء الحرب ربما بشكل دائم والمستوى الأعلى هو ما يتعلق بمستقبل ما بعد الحرب مستقبل غزة وقد كان هذا جزءا من هذه المبادرة وربما هذا ما يقلق حكومة إسرائيل حاليا لنا لا تريد أن تغلق هذا الملف في الوقت الراهن وهي تقريبا خاسرة ترجمة نانسي قنقر